طبعا لا صوت يعلو فوق صوت مؤذرة ودعم منتخبنا الوطن الأول وده برضو جانب مهم قوي لأنه أول مباراة لدينا بإذن الله تعالى بكرة أمام موزنبيك إن شاء الله أنكم موافقين فيها فالحديث حيطول بشكل كبير جدا عن منتخبنا الوطن الأول بس دايما بحب لو فيه تفاصيل جديدة لو فيه بعض الأخبار المهمة بتتعلق بالرياضة المصرية وكرة القدم في مصر تحديدا أبتدي بها بس حابب قبل ما أتكلم في آخر المستجدات بخصوص الأهل والزمالك ومختلف الأندية وده مش هاخد وقت معنا كتير بس عايز أفكر حضراتكم بس حاببنا أفكر حضراتكم بس بكلامنا في صفقة عمر كمال عبد الواحد لأن في الحقيقة ده انفراض يحسب لقلاس 90 كنا أول ناس طلعنا قولنا إن عمر كمال عبد الواحد أهلاوي بالفم المليان وبعديها ناس كتير جدا تلقيت لك لا ده اللاعب مضى في الزمالك سوشال ميديا نادي الزمالك نفسها وبعض الإعلامين المحسوبين عن نادي الزمالك تلقوا وقالوا إن اللاعب وقع في نادي الزمالك وبعض الأهلواء يمكن شككوا في خبرنا شوية وقال لك لا أنت بتقول من بدري ومش عارف إيه والصفقة ما خلصتش وما فيش صفقة وصعب ييجي والكلام الكتير اللي بيطلع والمناسبة يا جماعة ده ما فيش أي مشكلة كلنا من اجتهد في بعض الأحيان بنكون موفقين وبعض الأخر التوفيق ما بيكونش حالفنا لكن طالما احنا اجتهادنا في حاجة وكان عندنا وهي دي المدرسة اللي بنشتغل بيها يا جماعة كان عندنا الجرأة الكبيرة في أن احنا نقول المعلومة كاملة وإن اللاعب في النادي الأهلي وإن اللاعب أهلاوي وإن الاتفاق تم وقلنا مدة العقد كمان لكن بعض التفاصيل هي اللي كانت يعني أو بعض الرطوش اللي كانت منتظر حسمها على مدار الفترة اللي فاتت كلها وبعض المفاوضات ما بين إدارة الناديين لكن الأمور مشت في الآخر أن الأهلي مبارح أعلن بشكل رسمي عن تعاقده مع عمر كمال عبد الواحد وأيضا مودر نفيوت شهر النهاردة أعلن بشكل رسمي عن تعاقده مع كل من أحمد خالد كاباقة وعبد الرحمن رجدان وزعلوك ثلاثي الأهلي الشاب اللي انضم في صفقة عمر وانتقاله للنادي الأهلي أفكر حضراتكم بحلقة يوم 5 نوفمبر عشرين تياتة وعشرين يعني من حوالي أكتر من شهرين تلاقينا قلنا لحضراتكم اللي هتسمعوه دلو نفس التاريخ ده يلا نروح نسمع ونرجع نعلم عمر كمال عبد الواحد أهلاوي حسم الأمر حسم الأمر الاتفاق تم بين النادي الأهلي ومودرن فيوتشر الاتفاق تم بشكل رسمي حضرتك وانت بتسمعني كده دلوتي اعتبر ان عمر كمال عبد الواحد لاعب في النادي الأهلي الموضوع زي ما قلت لك امبرح الموضوع مفيش أسهل من كده الرغبة متبادلة اللاعب عايز الأهل الأهل عايز اللاعب مودرن فيوتشر ما عندهمش أي مانع من بيع اللاعب في شهر يناير طب خليني أقولك الكواليس مدة التعاقد حيكون قد إيه؟ أنا بجيب لك بالزبط بالمدة ثلاث سنوات ونصف ثلاث سنوات ونصف يعني عقد عمر كمال عبد الواحد مع النادي الأهلي يخلص في سيف 2027 ده كان كلامنا يوم 5 نوفمبر عشرين ثلاثة وعشرين الحمد لله كان التوفيق حرفنا وبالنسبة يا جماعة يعني خلي بالك مش دايما بنبقى نحب نتكلم في حتة أصل الانفرادات مش عارفين كلام من ده الكل يا جماعة كل الناس الزملاء الصحفيين الإعلاميين مختلف القنوات كلنا بنكتهد وهي دي الشغلانة كل واحد بيحاول يلبي يعني مطلب رئيسي جدا عنده جمهور أنه هو يعرف آخر الأخبار والكواليس والتوفيق بيكون حالفنا كتير كلنا في بعض الأوقات والبعض الآخر من يكونش موفقين وهي دي شغلانتنا يعني وكل مكتهد نصيب لكن في كل الأحوال فيه تفاصيل كتير جدا جدا حول هذه الصفقة آآ صفقة